في الفترة الأخيرة الوضع بين الصومال وأسيوبيا بقى معقد ومش مفهوم اعتراضات قوية على وجود قوات نصرية في الصومال وده زود التعتراض بين الطرفين والصومال بترفض تخطي إسيوبيا وتجاهلها للعلاقات بين البلدين ومحاولة دعم أرض الصومال العلاقات بين البلدين بقت مشحونة وبين إننا قدام أزمة كبيرة وممكن الحلول تكون عن طريق تاني غير المفاوضات تحرك عسكري صومالي بعد وصول القوات المصرية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقد اقتماع طارق في وزارة الدفاع بمجلش الاجتماع كان مع كبار القادة العسكريين لبحث الوضع الأمني في الصومال واللي بقى مشوش خلال الاجتماع الدباط العسكريون قدموا تقارير مفصلة عن التدابير الأمنية والعمليات العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب الخطط والإجراءات اللي اتخذت كانت واضحة وكانت بتشير إلى جهود كبيرة لمواجهة التهديدات الحالية القائد العسكري اللواء إبراهيم شيخ محيد دين حضر الاجتماع وشارك في نقاشات بالإضافة لعدد من قدار القادة العسكريين الوضع دلوقتي بقى أكثر تعقيداً وفي تساؤلات عن مدى إمكانية حدوث تحرقات عسكرية أكبر تهدد أديس أبابا خاصة بعد تحرقات القوات المصرية في المنطقة التعطر بين إسيوبيا والصومال بقى واضح في الفترة الأخيرة بعد ما أصلت القوات المصرية إلى الصومال زادت المخاوف من رد فعل إسيوبي محتمل الوضع في المنطقة بقى حساس جداً وصار في ألأ من أي تحرقات عسكرية ممكن تحصل الخبراء العسكريون بيقولوا أن الصومال مش سيب حاجة للصدفة وبتستعد عسكرياً لأي تصرفات ممكن تصدر من إسيوبيا الحكومة الصومالية بتعزز قوتها وتراجع خطتها الدفاعية بشكل مستمر لضمان سلامتها واستقرارها الاستعدادات العسكرية دي مش مجرد تحرقات روتينية لكن بتعكس ألأ كبير من احتمال تصاعد الأوضاع الصومال بتحاول تكون جهزة لأي سيناريوهات ممكن تحصل خصوصاً في ظل الأوضاع المتوترة والمصالح المتعرضة في المنطقة الحلول المتاحة للأزمة بين إسيوبيا والصومال تشمل طرق دبلوماسية وعسكرية على الصعيد الدبلوماسي ممكن تبدأ الدولتين بمفاوضات مباشرة تحت إشراف طرف ثالث محايدة الفكرة هي حل الخلافات بشكل سلمي وتوصل الاتفاق يضمن الأمان والاستقرار في المنطقة التعاون بين الصومال وإسيوبيا ممكن يشمل تبادل المعلومات الأمنية والتنصيق لتجنب التصعيد العسكري وتخفيف التوتر أما من الناحية العسكرية الصومال شغالة على زيادة استعداداتها الدفاعية لحماية أراضيها ومصرحها ممكن برضو تتعاون مع حلفاء دوليين للحصول على الدعم عسكري وتقني لو التوتر زاد لازم يكون فيه آليات للتدخل السريع لتجنب أي تصادم كبير وحماية الأمن الإقليمي البحر الأحمر هو من أهم الأماكن الاستراتيجية في العالم كله مش بس هو ممر رئيسي لنقل النفط لكن كمان هو ممر تجاري ضخم وده بيخليه موقع اقتصادي نادر ومع تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة بقى البحر الأحمر مصرح لصراعات شديدة بتزداد يوم بعد يوم في تطور حديث إسيوبيا دخلت على الخط بتوقيع اتفاقية مع أرض الصومال في بداية السنة دي وده كان في 1 يناير 20-24 الاتفاقية دي بتسمح لإسيوبيا بالوصول المباشر للبحر الأحمر عن طريق أرض الصومال اللي هي منطقة شبه مستقلة عن الصومال الأخبار دي أصارت غضب كبير في مكديشيو اللي شافت إن الاتفاقية دي تهديد مباشر لمصالحها بسبب كده الصومال اتخذت إجراءات قوية زي طرد السفير الإسيوبي وغلق الكنسليات وكمان استدعت مبعوثها من أديس أبابا وكمان هددت الصومال بتوبيخ الشركات اللي بتتعامل مع أرض الصومال كدولة مستقلة إسيوبيا اللي كانت غير سحلية بعد استقلال إريتري عنها في 1993 حددت هدف استعادة الوصول إلى البحر كهدف استراتيجي رئيس الوزراء الإسيوبي أبي أحمد حذر من إن عدم تحقيق الهدف ده ممكن يؤدي لصراعات جديدة في المنطقة وبالوقت الإسيوبيا بتحقق أهدفها الاستراتيجية أرض صومال أبرامت مذكر التفاهم بتمنح إسيوبيا الوصول إلى خليج عدن عبر ممر تستأجره لمدة خمسين سنة السؤال هنا هل أرض صومال تعتبر دولة يمكنها توقيع مثل هذه الاتفاقيات؟ التقارير بتقول إن أرض صومال ما حصلتش على اعتراف دولي رسمي وهي معترف بها فقط من تايوان وبعض الدول القليلة ومع ذلك أرض صومال بتعتبر إنها ليها الحق في توقيع الاتفاقيات من غير ما تحتاج لموافقة الصومال من ناحيتها الصومال شايفة إن أرض صومال جزء من أراضيها وما تقدرش تتفاوض أو توقع التفاقيات دولية لوحدها رئيس الوزراء الصومالي وصف الصفقة بإنها عدوانية ضد سيادة الصومال وهدد بالدفاع عن حقوق بلاده البحرية الصومال رغم التهديدات عندها قدرات محدودة للتصدي للاتفاق خاصة بعد سنوات من النزاع مع حركة الشباب اللي هي قوة عسكرية كبيرة في المنطقة الحركة نفسها رفض الاتفاق وحذرت من إن أي محاولة لتوصيع النفوذ السيوبي في أرض صومال هتواجه بعواقب وخيمة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية وهي مجموعة إقليمية تضم سماني دول عبرت عن قلقها العميق بشأن أصار الصفقة ودعت لحل النزاعات بشكل سلمي أما أرض صومال فهي رفضت محاولات تركيا للتوسط لإنهاء النزاع واتهمت تركيا بالتدخل وبالافتكار إلى الحياة في النهاية في مخاوف كبيرة من إن نجاح السيوبيا في الوصول للبحر الأحمر عن طريق أرض صومال ممكن يؤثر على استقرار المنطقة بشكل أكبر فتح الطريق ده ممكن يزعزع توازن القوة في منذيء ما بالمندب وهو نقطة اختناء شحنة عالمية مهمة بتمر منها حوالي 9% من التجارة البحرية العالمية كمان ده ممكن يؤثر على اقتصاد جيبوتي لإسيوبيا بتستخدم أراضيها حالياً للوصول إلى المحيط عبر الطرق والسكك الحديدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة